وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب ورياضة أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله لا طالما آمن بقدرات الشباب البحريني وجعلهم جزءا لا يتجزأ من فكره ونهجه وفلسفته الأمر الذي مكنه من الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الوطنية الحقيقية مؤكدا سموه بأن البحرين قدمت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي مكنت الشباب من أخذ موقعهم الحقيقي باعتبارهم شركاء الحاضر وقادة المستقبل ورسمت لهم خارطة طريق وزرعت في نفوسهم الأمل وتابع سموه أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عملت على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بجعل الشباب البحريني ضمن أولويات عمل الحكومة من خلال العمل على دعم الإبداع والتميز والريادة وأبراز الشباب في جميع البرامج والمبادرات الحكومية الأمر الذي ساهم في إبراز الطاقات والابتكارات والإنجازات الشبابية على المستوى المحلي والعالمي جاء ذلك بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 1999 وحددت يوم الثاني عشر من أغسطس من كل عام للاحتفاء به وسيحمل شعار هذا العام تحويل النظم الغذائية من خلال الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب وبينا سموه أن البحرين قدمت نموذجا شبابيا فريدا من نوعه على المستوى الإقليمي والعالمي حيث أتاحت للشباب الفرصة العلمية والمعرفية والتدريبية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الجوانب التنموية في المملكة وبأساليب مبتكرة تسرع من تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين تهدف دائما لتكون عاصمة العمل الشبابي ومكانا لاحتضان شباب العالم وتنمية قدراتهم وابتكاراتهم